في عالم مليء بالأفكار والاتجاهات فإن هناك من رد كل إيجابيات الفكر العربي الحديث إلى المنابع الفلسفية الغربية التي استقى منها بعض أعلام الفكر العربي فلسفتهم في حين ربط آخرون الفكرة العربية بالفكر الإسلامي وأنه لا وجود له إلا إذا ارتبط بالإسلام مع ممتاز به الفكر العربي من سمات وميزات مهمة يمثل الفكر العربي منظومة متكاملة في أبعادها بما يحتويه من تراث خصب في مختلف جوانب حياة الإنسان والمجتمع من علوم وثقافة واجتماع وسياسة وأخلاق هذا النتاج الحضاري الذي أسهم كثيرا في صياغة مفاهيم كثيرة في الفكر البشري الحديث لعلى أبرزها المنهج العلمي التجيبي ما قدمه بعض المفكرين العرب من أطروحات جادة في مجال نقد العقل العربي من خلال التراث يحدوهم هاجس تفكيك مكونات هذا العقل وهاجس التجديد والحداثة وقراءة النص التراثي قراءة مغيرة جديدة مع محاولة توظيف مناهج حداثية وطرح إشكاليات أكثر حداثة لتشريح هذا التراث على وفق أطر التفكير المنهجي والنقد قد تبرز دعوة من يرون أن الفكر المستورد يجب محاربته في وطننا العربي بالحرص على التراث الأصيل ومنع الأفكار الآتية من الخارج لأن فكرنا ينبغي أن ينبع من داخلنا ومن تاريخنا ومن ماضينا وتراثنا وهذا الحرص يمثل هدفا نبيلا ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أن كل الأفكار المستوردة ضارة ينبغي تجنبها بل إن فيها ما هو نافع ومفيد